والذين لا زالوا مفقودين في حديث منا أثناء منسكي الحجل هذه السنة وزارة وشؤون الخارجية والتعاون أعلنت مساء أمس أن اللجنة المكلفة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصر توصلت في إطار مواصلة مهمتها إلى حصيلة مؤقتة تضمنت وفاة 19 من الحجاج المغاربة كما تضمنت الحصيلة 19 مفقوداً وتمانية جرحة لا يزالون يتلقون العلاجات الضرورية وأوضحت الوزارة أن من بين الوفيات التسعة عشر هناك تماني حالات كانت في إدادية المفقودين ويتعلق الأمر بنوردين حديوي والسعدية رياد وفاطمة مطيب والمختار لكحل وعتيق زبير والعربي عزيز وفاطمة جيراني وفاطمة العزيز ترجمة نانسي قنقر